قالت سلطات التي نصبتها روسيا في مدينة ميليتوبول ذات الموقع الاستراتيجي أن أوكرانيا هاجمت المدينة المحتلة في جنوب شرق البلاد مضيفة أن هجوم صاروخيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة أخرين في حين قال رئيس البلدية المنفى أن عشرات الغزاة لقوا حتفهم وقال يفغيني باليتسكي الحاكم الذي عينته موسكو للجزء المحتل من منطقة زابوريجيا أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين ووصلت أربعة إلى أهدافها وأضاف أن مركزا ترفيهيا كان الناس يتناولون فيه الطعام دمر خلال الهجوم الأوكراني بصواريخ مارس وقال مسشار الرئيس أن ميليتوبول وهي مركز صناعي ونقل رئيسي تحت الهروسيا منذ مارس آذار مفتاح الدفاع عن الجنوب وتبع إذا سقطت ميليتوبول سينهار خط الدفاع بأكمله على طول الطريق إلى خيرسون قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو أن أكثر من مليون ونصف المليون شخص في منطقة أوديسا جنوب البلاد انقطعت عنهم الكهرباء بعد ضربات روسية بطائرات مسيرة على نظام توليد الطاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر